بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التصليم أيها الحبة يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم يخبر الله سبحانه وتعالى في الآية التالية بأنه سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الشهر لعلكم تتقون فما أجملك يا رمضان يا حبيبا زارنا في كل عام رمضان أهلا وسهلا بك يا خير الشهور يا أعظمها يا أفضلها عند الله سبحانه في علاه أيها الحبة ما أجمل في هذا الشهر العظيم الذي تحدث فيه ثورة داخلية على الإنسان ثورة في القيام ثورة في المفاهيم ثورة في العداد في التقاليد يختلف فيه وضع الإنسان دائما وأبدا بالسمرار يدخل الإنسان إلى معترك آخر إلى ميدان آخر إلى جو آخر إلى فكرة أخرى تختلف فيه برنامج حياته يختلف فيه طريقة صلاته طريقة صيامه طريقة تعبده الله سبحانه في علاه هذا الشهر العظيم الذي انتازه عن باقي شهور العام بالقرآن الكريم بالتلاوة بالصدقة بالبر بعده يأتي عيد الفطر السعيد عيد الفرحة لكل المسلمين تحدث فيه داخل هذا الشهر اختلافات كبيرة في عادات الإنسان لما؟ لعلكم تتقون فالله سبحانه وتعالى لا يريد مننا الجوع فحاسب لا يريد مننا أن ننفق نفقة لا نبتغي بها إلا هو سبحانه في علاه هكذا يريد من الله سبحانه وتعالى ذلك هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك الشهر العظيم عند الله سبحانه وتعالى وجب على كل واحد فينا أن يحسن استثماره وأن يحسن استغلاله على أكمل وجه لذلك جامعة رمضان تعلمنا قيمة الصبر تعلمنا قيمة المحبة محبة الآخرين تعلمنا قيمة التكاتف والتكافر الاجتماعي تعلمنا قيمة الاهتمام بالوقت تعلمنا قيمة الحفاظ على حسناتنا تعلمنا قيمة القرآن الكريم وكيف نحيا مع القرآن وكيف نكون جندا لله سبحانه وتعالى تعلمنا قيمة الجهاد والتضحية كما في غزوة بدر تعلمنا تلك القيمة العظيمة الرائعة لذلك للصائم عند فطره دعوة لا ترد دعاء الصائم السجاب تعلمنا قيمة الدعاء وقيمة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى تعلمنا كيف ينظم أوقاتنا تعلمنا بأن الأمة كلمتها واحدة وقولها واحد مع كلمة الله أكبر تفطر هذه الأمة ومع كلمة الله أكبر تمسك هذه الأمة تعلمنا هذه الجامعة المباركة جامعة رمضان تعلمنا القيم وتسكمنا فيها سكبا كي تصطر هذا الإنسان في بوتقة الإيمان كي يرتقي عند الله سبحانه وتعالى في مراتب العز والكرامة لذلك أيها الأحبة وجب علينا في هذا الشهر العظيم المبارك بأن نحسن استغلاله واستثماره أيما استثمار أيما استثمار استشعر بأن الله سبحانه وتعالى يحبك لذلك بلغك رمضان استشعر بمعية الله سبحانه وتعالى استشعر بفضل الله سبحانه وتعالى كم من أحبة فارقونا ولم يبلغوا هذا الشهر العظيم شهر الرحمة والغفران شهر الرضوان من الله سبحانه وتعالى إن تعذر وصلنا إلى بيوت الله إن تعذر وصلنا إلى مساجد الله فلنقم تلك المساجد في بيوتنا فلنقم تلك الصلوات في مساجدنا في داخل بيوتنا فلنحافظ على ثمرة فؤادنا المصلين لخلفنا هم أبنائنا هم أغلى الناس على قلوبنا فلنقم أيها الحبة عزيمة الله سبحانه وتعالى وكرمة الله سبحانه وتعالى داخل تلك البيوت المؤمنة الطاهرة الزكية حتى نحقق تلك القيم العليا السماوية الرائعة فبالقيم نسمه والإنسان قبل البنيان أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في حياتنا قيم نعم هو رمضان هذا الشهر العظيم الشهر المبارك الشهر الكريم يريد منا أن ندرك بأن قرار التغيير هو بأيدينا نحن أفرادا كنا ومجتمعات انظر إلى حجم التغيير الذي نحدثه بإرادتنا بإرادتنا المحضة بدون أي إجبار بدون أي غصب بدون أي مؤثر خارجي نحدثه في حياتنا موعد النوم تتغير موعد الطعام تتغير البرنامج اليومي يتغير الحياة مع القرآن تتغير حالنا مع قيام الليل يتغير قلوبنا تتغير أرواحنا تتغير علاقاتنا تتغير قابليتنا للعفو وتسام تتغير هذا كلياته مراد هذا الشهر العظيم حتى يغير ما بأنفسهم هذا الشهر الكريم الذي يعلمنا كيف أن نتوسط كيف أن الحياة وسطية بالأعمال بالذكر حتى على مستوى الطعام حتى على مستوى الطعام والشراب هذا الشهر المتوسط في حياتنا هذا الشهر الذي يعلمنا معاني كبير الانتصار انتصار الإنسان على نفسه على شهواته الشياطين مكبلة الشياطين مكبلة إذن دعاة السوء مكبرين أنت الآن تخوض هذه المعركة بينك وبين نفسك تخوضها في مرحلة واحدة في مكان واحد إذن هذا الشهر العظيم هذا الشهر مبارك يريد منك الله سبحانه وتعالى أن تخوضه بكل قوة يريد الله سبحانه وتعالى أن يعينك سبحانه وفعلا أن تتدبر في هذا الشهر أن تتذكر في هذا الشهر أن تسكب تلك العبرات أن تري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا أن تشحن ذلك الرصيد الإيماني بطاقة الإيمان برصيد من الحسنات هذه الطاقة الإيمانية الجبارة كي تشحن رصيدك بالسمرار طوال العام نعم أيها الأحبة يريد منك رمضان بأن تخذ تلك المعارك لوحدك يريد منك الله سبحانه وتعالى أن تفكر بالسمرار و دوما كيف تنتصر على شهواتك على ملذاتك كيف تمتني عن الحلال عن الطعام الطيب عن الطعام اللذيذ عن الطعام المبارك تمتني عنه ثم بعد ذلك تفطر عليه عند مغيب الشمس و عند أذان المغرب يا الله نصوم عن الطيبات نعم نصوم عن الحلال نعم إذن من باب أولى أن نصوم عن الحرام نفسك تتقبل أن تصوم عن الطيبات من باب أولى تصوم عن الحرام من باب أولى أن تبتعد عن الحرام من باب أولى أن تدخل في هذه الأجواء الروحانية بهذه الأجواء الدينية سبحان الله يريد والله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر المريض يفطر معه رخصة شرعية المسافر يفطر معه رخصة شرعية الإنسان سبحان الله كما ذكر ذلك العلماء ما لديه عذر الشرعي فليفطر إذن يريد منك الله سبحانه وتعالى بأن تتعبد إليه وأنت صحيح وأنت سليم وأنت معافى يحبك رب العزة والجلال لأجل ذلك جعلك تلحق برمضان هذا العام سبحان الله رؤية في الأثر عن صحبي صحبيا اثنين الأول مات شهيد مقاتل في سبيل الله والآخر مات بعد سنة مات على فراشه بعد سنة رؤية في المنام بأن ذلك الرجل الذي مات بعد سنة مرتبته عند الله أعلى من مرتبة الشهيد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم الخبر كم ركعة صلاها كم تسبيح وذك الله سبحانه وتعالى رمضان رمضان تضاع فيه الأجور تضاع فيه الحسنات مكث فيه ذلك الرجل وتعبد فيه الله سبحانه وتعالى إذن هذه الفرصة الذهبية والله لا يبتعد عنها إلا محروم لا يستشعرها إلا محروم حرم الرزق الكثير الكبير من الله سبحانه وتعالى لذلك امتازك الله سبحانه وتعالى لذلك ميزك الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد أن تتعرض إلى نفحاته يريد أن تتعرض إلى تلاوة القرآن الكريم إلى كلام الله عز وجل يريدك أن تستمع إليه بقلبك حضور قلبي تشهد هذه الصلاة تصليها في بيتك لم يكن بالمسجد تصلي في بيتك صلاة خاشعة ترتل هذه الآيات بصوتك العذب بصوتك الرقيح تسمع أطفالك تسمع زوجتك لا تكن بيوتكم قبورة البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب لا تكن بيوتكم قبورة مظلمة يريد منك رب العالمين هذه الأنوار الرحمنية يريد منك هذا السرور يريد منك أن تبعث السكينة أن تصلي معك الملائكة أن تؤمن لندائك أن تقول آمين مع أطفالك مع زوجتك سبحان الله فوق هذا وذاك أحبك لأنه أحبك ناداك لأنه أحبك أعانك على طاعته لأنه أحبك جعلك تدخل في هذه الأجواء الإيمانية وهذه الروحانيات إذن فلنصحح المسير بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أيها الكرام الكل فينا سيغادر هذه الحياة الكل فينا ستنتهي سينتهي عمره في هذه الحياة ولكن إذا كنا بهذا الشكل فاترك لك أثر طيب في هذه الحياة لذلك عندما سئل أحدهم لما نكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم و خربتم أخراكم والإنسان لا يحب أن ينتقل من بيوت العمار إلى بيوت الخراب ذلك أيها الحبة ما أجمل بأن نعمر هذه الدنيا و نعمر الآخرة أن نزرع في الآخرة كي نحصد ذلك الحصاد الجميل الطيب الباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذلك ما أجمل هذا الكلام و ما أجمل هذا الحديث و ما أجمل العبادة و التعبد الله سبحانه وتعالى ما أجمل أن تصفى الأقدام في المحارب ما أجمل أن نرفع أيدينا و نقول الله أكبر في هذا الشهر العظيم و مبارك كأنك تقول الله أكبر من كل شيء الله أكبر على كل من طغى و تجبر الله أكبر الله أكبر و كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله و بحمده بكرة و أصيلة الله أكبر تقولها وترددها في كل يوم في كل ركعة في كل حركة من حركات جسدك على الدوام من السنة أن تسبح أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن تكبر عند منامك وعندما تقوم من نومك بأن تسبح من تذكر الله سبحانه وتعالى باستمرار من السنة أن تتعرض إلى نفحات الله سبحانه وتعالى من السنة أن تكون موحداً الله سبحانه وتعالى تاليا لكتاب الله عز وجل إذن هذا الشهر العظيم هذا رمضان المبارك الذي يزرع فيك كل هذه القصص كل هذه الحكاية كل هذه الأحاديث كل هذه المعارك التي يعينك شهر البر والتقوى يعينك أن تخوضها بنجاح و أن تنتصر فيها يقول علي بن أبي طالب ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها فأنتم على سواها أقدر و إن قدرتم فيها فأنتم على سواها أخذل وأضعف وأجبن لذلك أيها الأحبة الإنسان يخوض معترك هذا الشهر يستشعر هذه القيم يستشعر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه بهذا الشهر العظيم بهذا الشهر المبارك يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى يرفع كفة ضراعة و يقول يا رب لذلك يا من عدا ثم اعتدى ثم اخترف ثم انتهى ثم ارعى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إذن هذا الشهر العظيم الشهر المبارك الشهر الذي تسكف فيه تلك المعاني الجميلة و معاني القيم الراقي لهذا الشهر العظيم أنماط الحياة التي تتغير جميعا تتعلم فيها أصول الأداب جميعا تذكر معي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن فرصتك الذهبية الآن أخلو بينك وبين نفسك و قل يا رب من قلبك قل يا رب من أعماق قلبك يا رب إني أعاهدك عهدا وثيقة من أترك الذنوب صغيرها و كبيرها ما علمت منها و ما لم أعلم يا رب أعني ولا تعن علي يا رب كن معي ناصرا معينا يا رب العالمين يا رب أرني لذة الانتصار خليني أذوق طعم حلاوة الإيمان يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب بذلك أيها الأحبة ننتصر على شهواتنا في هذا الشهر العظيم الشهر المبارك شهر رمضان شهر القرآن شهر العبادة و الإنكسار شهر الخشية و الإقبال و التذلل شهر العهد بينك و بين الله سبحانه و تعالى كونوا معنا بعد الفاصل أهلا و سهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج حياتنا قيم نعم في هذا الشهر العظيم الشهر رمضان المبارك نتعلم و نغرس العديد من القيم و نبدع في الوسائل و البرامج و الاستراتيجيات حتى نسقي تلك الغرسة غرسة القيم في نفوس أبنائنا و أطفالنا و في نفوس المجتمع جميعا يسعدنا و يشرفنا في هذه الفقرة أن الصديف الدكتور أسامة جابر أهلا و سالة فيك دكتور حياكم الله و السلام عليكم و رحمة الله تحية لك أخي محمد و لجمهورك المبارك الله يكريمكم يا رب العالمين دكتور أسامة إحنا دائما و أبدا نتحدث عن رمضان شهر التغيير السؤال الآن إيش البرامج؟ إيش نعمل في بيوتنا في ضل الحجر المنزل الآن في ضل وجود فيروس كورونا بالأجواء؟ إيش نعمل و إحنا مجبورين أن نبقى داخل البيوت الآن في شهر رمضان المبارك؟ حقيقة الذي حبسنا في بيوتنا ليس الفيروس الذي حبسنا في بيوتنا هو الله سبحانه و تعالى هذا قدر قدره الله سبحانه و تعالى و إيماننا العميق بحكمة الله عز و جل تفضي إلى أن نبحث عن الحكم التي ربما أرادها الله سبحانه و تعالى من حجرنا في بيوتنا نعم السبب هو الفيروس لكن المسبب هو الله سبحانه و تعالى فسؤالي هنا ما الرسالة والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرمضان في بيوتنا أظن أن واحدة من الحكم التي يمكن أن نستلهمها ألا وهي إعادة ترتيب أولوياتنا الله سبحانه وتعالى يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا فكأننا شغلنا عن هذا التحدي الرئيسي البدء بأنفسنا وبيوتنا وابتعدنا كثيرا فكأن ربنا جل في علاه يريد لنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا بأن نبدأ بأنفسنا وأهل بيوتنا أنا أدعو حقيقة أن ننظر إلى أمر بنظرة إيجابية وأن نحول هذه المحنة إلى منحة ونلتفت بشكل مميز إلى بيوتنا فإن كان رمضان في البيوت فعلى الرحب والسعة فالتسعنا بيوتنا ونجعل من بيوتنا قبلة ومساجد نحسن فيها استثمار الأوقات واستثمار الأعمار واستثمار الطاقات بإذن الله عز وجل بإذن الله تعالى إذن دكتور أسامة ما البرامج العملية؟ إيش مطلوب مننا نعمل داخل بيوتنا مع أطفالنا مع زوجاتنا مع أبائنا مع أمهاتنا؟ حقيقة أول فريضة ربما غابت عن كثير من الناس خلال الأيام والشهور والسنوات الطويلة الماضية وهذه كنا دائما نسمعها من الأبناء مش من الآباء والأمهات أن الآباء والأمهات لا ينصطون مطولا لأولادهم أظن هنا فرصة مهمة جدا في هذا الشهر المبارك أن نخصص من أوقاتنا دقائق ثمينة نتحدث فيها وننصط فيها لأبنائنا لكن مدام أننا في شهر رمضان فليكن هذا الإنصاط وهذا الكلام وهذه المجالسات عنوانها مع الله ومع رسول الله ومع القرآن بمعنى دقائق ثمينة نقضيها مع أولادنا وبناتنا عنوانها أن نتحدث عن الله رب العالمين فنعرفهم به ونسمع أسئلتهم عنه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون المأدوبة هي القرآن التي نجلس حولها والعنوان الذي نحتف حوله هو القرآن الكريم المهم أحد أعوام الفرائض التي يمكن حقيقة أن نقدمها في هذه الأيام هي أن نجالس أولادنا وبناتنا وأن يكون عنوان هذا هو الدردشة والحديث والإنصاط إليهم ولأسئلتهم وتحت شعار وعنوان مع الله ومع القرآن ومع الرسول صلى الله عليه وسلم أظن هذه فريضة طال أمدها والتقصير فيها فأنا الأوان لبيوتنا وللآباء والأمهات أن يأخذوا بزمام المبادرة ويلتقوا مع أبنائهم في هذه الأيام المباركة ولو لخمس دقائق يوميا يعني ليس متعود بحاجة أنه يبدأ فما من كل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة لكن هذه الجلسة قد تكون نقلة نوعية في حياة أولادنا وعودتنا وإياهم إلى الله جل في علا ولو خمس دقائق لو عشر دقائق لو ربع ساعة باليوم القضية ليست بالكثرة القضية حقيقة بأن نبدأ وقلت وأكرر أن الله عز وجل أزمن بيوتنا لحكمة أرادها فلعل هذا من الحكم أن نعيد النظر وترتيب الأولويات وأن نبدأ بأنفسنا وأولادنا بالذات في التربية الإيمانية التي يعني كلنا شعرنا ونشعر أننا مهددون الآن في أخلاقنا وقيمنا وإيماننا فتعالوا بنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونبدأ بمجالسة أبنائنا تحت مأدوبة وعنوان القرآن الكريم طيب إذا بدنا نعمل نادي للترويح يا دكتور في شهر رمضان داخل بيوتنا كيف نصنع هذا النادي حقيقة هذه فكرة أعتقد أنها من أجمل الأفكار ويمكن أن تحدث نقلة نوعية حقيقة في الأجواء الروحانية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية في بيوتنا نحن عندنا ساعة ساعة ونصف نقضيها أو سنقضيها إن شاء الله في صلاة الترويح ماذا لو كان دور الفتيان الشباب مساعدة الأب في الإمامة والأم والفتيات يكون دورهم برنامج ثقافي يقدم أثناء صلاة الترويح ممكن يقدموا مسابقة ثقافية ممكن لو كان البيت ما فيه ذكور ممكن الفتيات يأموا بأمهن وبين كل أربع ركعات فقرة ثقافية مسابقة أنشودة حبات القطايف تكون بين الأربع ركعات والأطفال الصغار منهم دون السبع سنوات تعد لهم الأم خلال النهار ما تقدمه لهم من وجبة إيمانية في صلاة الترويح كرسم وألعاب لكنها مرتبطة إيمانيا بالخالق سبحانه وتعالى والفضاء الإلكتروني مليء بالألعاب التي يمكن توظيفها لتتعلق باسم من أسماء الله الحسنى هكذا تصبح هذه الساعة نادي إيماني تربوي في البيوت ممكن نسميه نادي الترويح سموه ما تشاءون ممكن نسميه نادي الأسرة نادي الإيمان سموه ما تشاءون لكنها ساعة تجتمع فيها الأسرة على طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون لكل فرد من أفراد الأسرة مهمة يعني يؤديها لهذه الأسرة المباركة فبالتأكيد فرصة أن نلتقي مع أولادنا وبناتها في صلاة الترويح تحت عنوان نادي ترويح طيب دكتور اللي بيحكي لنا أنتوا بتحكووا في أفكار مثالية يعني إحنا في البيت بدنا نفطر بعد الفطور بدنا نرتاح خلص الصبحيات بنكون قرأنا شوية قرآن أو بعد العصر قرأنا شوية قرآن ليش أنتوا كمان بدكم تعملوا فعاليات ويجعل الناس ترتاح والله يعني من ذاق طعم مثل هذه اللحظات لن يشبع منها فأنا أقول لهم معكم حق والموضوع متعب ومرهق لكن تعالوا نذوق الطعم فإذا عجبكم استمروا ما عجبكم تراجعوا أنا على يقين حقيقة دعونا نجرب حلاوة الإيمان شوية في نادي الترويح والله إحنا الآن كثير من الناس بتقول له تفضل حبة القطائف ويقول لك ما بدي لكن لو ذاق لقمة وعجبة يمكن أن أقل لخمس حبات فإحنا نقول للناس معكم حق وهذه الأشياء متعبة ومرهقة لكن ذوقوها فإن أعجبكم طعمها وأنا على يقين حقيقة أننا سنذوق طعم الإيمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينه ذاق حلاوة الإيمان حقيقة أنا أدعوكم أن تذوقوا حلاوة القرب مع الله مع الأسرة سواء نادي ترويح أو غيره يعني سواء عصراً ولا فجراً ولا ظهراً ولا مغرباً ولا عشاء لا بأس المهم أن تجتمع الأسرة على طاعة الله ذوقوا الطعم إذا عجبكم كملوا ما عجبكم تراجعوا أنا على يقين إن شاء الله أنكم ستذوقوا طعماً ربما افتاقدتموه لسنية طويلة حقيقة من حياتكم صحيح صحيح طيب دكتور في نهاية هذا اللقاء إيش نصيحتك اللي بتوجهها للأمهات في البيوت طبيعي بأنهم يتعبوا بزيادة بهذا الشهر يتغلبوا بزيادة بهذا الشهر عشان إيش نصيحتك المبارك لإلهم حقيقة أولاً أم نخلص النية لله سبحانه وتعالى حتى في الأكل حتى هم بعجنوا بطبخوا يخلص النية لله والله بالتأكيد يعني أولاً إعداد الطعام من الأم هو تطوع هذا عمل هي تطوع به لزوجها وأولادها ملاش يسمعونه الحين بعدين يقطعونه من الفطور يا دكتور والله هم لو أدركوا وهم يدركون إن شاء الله عظيم الأجر الذي خصه الله سبحانه وتعالى لإطعام الصائم أظنهم سيضاعفون الجهود إخلاص النية لله سبحانه وتعالى يهون كل عسير وكل صعب لا شك نطالبهم بالإخلاص ونطالب أيضاً الزوج والأولاد والبنات حقيقة أن يتكاتفوا ويتعاونوا بحيث الحمل يتوزع الحمل يتوزع بإن شاء الله فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالأم بحسن إدارتها يمكن أن توزع الأحمال بحيث نعم تقضي جزء من وقتها طاعة لله بإعداد الطعام والانشغال بالأسرة وأيضاً لا تنسى نفسها من دقائق وساعات تقضيها مع القرآن الكريم أو الدعاء أو القيام أو التراويح بحسن الإدارة إن شاء الله كل شيء بيتيسر مهمة ليست بالهينة الأمهات في الأيام العادية ست ساعات أولادهم بيغادروا البيت للمدارس الآن ست ساعات هذه أضيفت على الحمل ولذلك إحنا بحاجة حقيقة أن تجلس الأسرة اليوم أو غداً أو بأقرب وقت ممكن ويرتبوا أمورهم في رمضان الساعات طويلة وبحاجة لأفكار وإبداعات وبرامج ولو بسيطة لكن تجعل من أوقاتنا ليست هباء منثوراً بل أوقات مستثمرة وأنا أدعو حقيقة لاستثمار هذه الفرصة قد لا تتكرر وإن شاء الله ما تتكرر يعني إن شاء الله ما نرجع للحجر في بيوتنا يعني ما نتمنى هذا الواقع لكن مدام جاءت وجاءت ربما السنة القادمة وإن شاء الله سنة القادمة ما نكون محجورين في بيوتنا لكنها فرصة قد لا تتكرر باستثمار أوقاتنا مع بيوتنا ونصنع تجربة حقيقة نفاخر بها الدنيا ونقف أمام الله عز وجل دكتور الحديث يطول ويطول حديث لطيف وجميل وممتع بارك الله فيك و بارك الله في مشاهدين الكرام على هذه اللفتات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها موعظة و ذكرة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد أيها الأحبة فلنجرب فلنحاول فلنبدأ المسير إلى الله سبحانه وتعالى بنادي للترويح بنادي إيماني داخل بيوتنا لأن الوقت يمضي والوقت أنفاس والله لن تعود فلنستثمر كل لحظة و كل دقيقة و كل ثانية وننخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى بارك الله فيك دكتور أسامة بارك الله فيكم مشاهدين الكرام إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة